عايز أعرض لحضراتكم من خلال طبعا التقارير اللي بتيجي يمكن رواتب لعبي ليفر بول المتواجدين يمكن فيه القائمة هنلاقي محمد صلاح في المركز الثاني يعني فان دايك طبعا اللعيب الهولندي والمدافع أفضل مدافع العالم هو في المرتبة الأولى هيجي بعد كده تباعا في ساديو مانيه بتتكلم على يعني هنبص للقائمة هنلاقي أسماء كبيرة جدا لكن زي ما بقول لحضراتكم محاور التعاقد الاحترافي بشكل احترافي بعيد شوية عن العاطفة لها محاور كتير جدا منها المحور اللي بكلم حضراتكم عليه أن التجديد لمحمد صلاح بطلباته قد تؤثر من وجهة نظر ليفر بول على التعاقد أو تجديد التعاقد مع فان دايك مع ساديو مانيه لأن محمد صلاح هيوصل يكون من خلال طلباته هيكون أكتر واحد يعني بيأخذ سالري أو القيمة التعاقدية هيكون الأكبر في الفريق وبالتالي في عملية توازن شوية على الجانب الآخر أنا بنقل لحضراتكم الأجواء اللي في انجلترا في بعض الناس أو بعض يعني الخبراء هناك بيتكلموا على نقطة تانية خالص بتقول أن محمد صلاح لازم يحس ولازم يشعر أن ليفر بول كمان كان هو يعني يعني مش هقول السبب في تقلقه لكن جزء كبير من تقلق محمد صلاح ووصوله لما فيه هو كان داخل ليفر بول وبالتالي على محمد صلاح أنه كمان يحسب الجزئية دي أن ليفر بول هو اللي كان من أسباب تقلق محمد صلاح لأن ليفر بول زي ما بقول لحضراتكم يمكن في خلال الأربع خمس سنين اللي فات وكان فيه تقلق كبير جدا على مستوى البطولات على مستوى البريما ليج والشاملينز ليج فبيقولوا أن كمان محمد صلاح لازم يقرب شوية وياخد فيه اعتباره أن ليفر بول كان يعني جزء كبير من تقلق محمد صلاح قدام حضراتكم طبعا بن ضايك طبعا المهاجم الهولندي ده الراتب السنوي 11 مليون و 440 ألف جنيه سترليني بيجي كمان ألكنتارا طبعا في المركز الثاني متساوي مع محمد صلاح في الراتب السنوي ب10 مليون و 400 ألف جنيه سترليني ويجي بعد كده اتباعا عندنا أرنولد بتسعة وعندنا فرمينيو بتسعة ويجي فابينيو بتسعة ويعني تتواصل الأرقام لسبعة وسبعة وسبعة على مستوى ألسون بيكر على مستوى هندرسون على مستوى ميلنر كمان ده بياخد 7 مليون و 280 ألف جنيه سترليني في السنة زي ما أقول لحضراتكم الجزئية ديت اللي بتكلم عليها أن محمد صلاح في المركز الثاني ما يطلبه محمد صلاح أنه هو يكون في المركز الأول وده حقه لكن عايزين نشوف كمان يعني في بعض الأرقام أن النص يعني سادي ومانيه بياخد 5 مليون سادي ومانيه بياخد 5 نتكلم على أسماء كبيرة جدا جدا نتكلم على ماتيب جويل ماتيب بياخد 5 جوتا اللعيب الرائع بياخد 4700 نتكلم على جوميس بياخد 3 مليون وتسعمية نتكلم كمان على الأسماء فيليبس فيليبس بياخد 3 مليون و 360 ألف فزي ما بتكلم مع حضراتكم فيه فوارق كتيرة جدا جدا وفيه محاور زي ما بقول لحضراتكم التعاقد مع نجم كبير بحجم محمد صلاح لها محاور كتيرة جدا جدا أنا على المستوى الشخصي أنا بقول للمحمد صلاح من حقه أن يطلب أكبر راتب في ليبر بول بدون نقاش ده من خلال تعلقه من خلال أرقام ومن خلال أداءه للمحمد صلاح طلباته تكون مجابة ده إحنا لكن على مستوى التعاقد في ليبر بول زي ما بقول لحضراتكم الاحتراف الحقيقي بنتكلم على محاور كتيرة جدا جدا أنا في وجهة نظر الشخصية يعني من خلال رؤيتي من خلال متابعيتي هناك أن محمد صلاح هيكون متواجد في ليبر بول بعقد محترم جدا محمد صلاح ممكن هو طلباته حوالي 400 ألف جن سترليني في الأسبوع قد تصل ل350 ويكون محمد صلاح متواجد لكن زي ما بقول لحضراتكم أن عملية التفاوض مع محمد صلاح بتمر بمحاور كتيرة جدا جدا لكن محمد صلاح يستحق عن جدارة أنه يكون يعني على مستوى العقود أفضل لعب في العالم حاليا ويكون ليه طبعا يعني زي ما بنقول كده جوهرة ظهرت في الكرة العالمية ومحمد صلاح ابن مصر بيكتب يعني حروف من دهب وتاريخ من دهب مش بس في البريميال ليج لكن على مستوى العالم إن شاء الله محمد صلاح كمان هنناقش ده من خلال طبعا حلقتنا هنا في المحترف هل محمد صلاح فرصه للحصول على البلندور موجودة في بعض الناس وبعض وكلاء الأنباء العالمية بتقول بقت فرصه كبيرة جدا على الجانب الآخر بيقولوا لا قد يكون محمد صلاح خارج يعني الشورت ليست أو المتواجدين في الفوز أو الاستحقاق البلندور كل ده هننقشوا في حلقتنا هنا في المحترف حلقة إن شاء الله تكون مميزة جدا جدا نطلع الفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نستقبل دفنا الماقدة الرياضي محمد الباز في المحترف